وانا قبل ما اروح اتكلم كمان عن برات الاهل وشباب ريزاد عايزت عليك جيمي كمان عن حياتك وانت بتكلم عنها مبارح مبارح اتحاد الكرة نزل توقيع العقود بكابتن حسام حسن ووجهازه المعاون ولا بينشر اتحاد الكرة الاهداف اللي اتحطت في هذا العقد لكابتن حسام حسن وقلت النهاردة واحنا مع بعض كده نلعب الدور ده هو مفهود اهداف الكابتن حسام حسن فترة اللي جاية تباقيه مع منتخم مصر بما ان اتحاد الكرة ويقوله رقم واحد واثنين وثلاثة انك تعدل متشوين بتو شهر ستة ماشي ده رقم واحد تصفيات كاس العالم لانك هتحط رجلك في كاس العالم تصفيات بشكلها الجديد بزيادة عدد الفرق بتأهل الاول وانت محطوط تصنيف اول ومعاك الفريق الوحيد اللي ممكن يناوش كده شوية معاك هو بركينة فاسو المجموعة في المتناول جدا عندك مباراتين منهم مباراة مع بركينة فاسو عديت ده ترجط رقم واحد انت قربت جدا منك تأهل لكاس العالم ده الهدف الاولاني الهدف التاني قوم افريقيا 25 انت ظهرت بشكل مخيب جدا للامل في النسخة الحالية الطبيعي ان انت عندك جيل معقول جدا عندك عناصر هتكون المفروض ده اخر فرصة ليها مع كاس العالم 26 ان هما يقدموا شيء قبل ما فرصتهم الدولية تقرب او رصدهم الدولة يقرب على النفاذ فانت رقم اثنين طبعا قوم افريقيا في المغرب 25 هما دول الترجطين ما فيش تارت عشان كده العقد هو رتحط فيه الاتنين دول ما هو مش تارت والله فيه مفاجأة في العقد غريبة جدا المفاجأة اللي في العقد الغريبة بالنسبة لي هو ما فيش شرط الجزائي لا هنا ولا هنا وما اعتقدش ان فيه اي صيغة عودة كريم برضو يبقى لازم يكون فيه شرط الجزائي لان شرط الجزائي ده اكيد وبعدين مش هتقولي طب مشكلة بتاعة شرط الجزائي بتاع فيتوريا وقابلو كيروش لا ما هو انت بتعمل شرط الجزائي ازاي بدل ما نروح ندفع 600 800 الف دولار او 3 شهور لازم يكون فيه شرط الجزائي من الاتنين عارف لي ان ده حماية للمدير الفني لان انت لو ما فيش شرط الجزائي ممكن النهاردة ما احترامك كامل يعني هيجي اتحاد كرة جديد في شهر كمان ستة او سبع شهور ممكن يجي اتحاد كرة جديد ما عندوش قناعات بالكابتن حسام حسن اللي انت لسه شار سامعك في الانترو بطولة جماعة هو احنا بطولة اللي هي اللي جاية دي البطولة الودية دي ومنسمش مطالب كابتن حسام باي حاج ممكن يقول لك السبب مصر ما لعبتش كويس فييجي بعد لا خلاص مشه كابتن حسام حسن عشان ما عندهش قناعات موضوع شرط الجزائي ده انا بالنسبالي هو حماية للطرفين مش اكتر والقل ممكن ممكن سيبك من اسم كابتن حسام حسن لو هو واحد تاني غير كابتن حسام حسن ممكن الرجل يبقى قاعد شغال كويس يجي له اوفر من حتة تانية سامعيك يا جماعة نسي منتخب وامش فهو انا بالنسبالي كانت علامة استفهام انه ما فيش شرط الجزائي للطرف ده وللطرف ده اول حاجة اكيد الكابتن حسام حسن واي مدرر مصري ومنية حياته انه يضرب منتخب مصر فاول حاجة مؤكد ان الكابتن حسام حسن مش هيسمنا بكرة يقول ايه انا ماشي فاناخد منه شرط الجزائي فدي من ناحيته الناحية التانية اتحاد الكورة اولا لو هتحط شرط الجزائي في عاد الكابتن حسام حسن واتحاد الكورة مشاء هيتقال له يعني انت عايز تاخد شرط جزائي من منتخب بلدك بعد ما اخفار انت كمان مش هتتسغب السيغة دي كابتن حسن حسن بقى خم مليون جنيه حطيت شرط جزائي تلاتة مليون جنيه مثلا يعني اقالي من مئة الف دلار يعني انا لو عايز امشيك كمان يعني لو حطيت ثلاث شهور برضو سهلة يعني مئة الف دلار ده لو هتجي مدرر بجناب بعدها هيهول هيخدهم مكتر كمان فانا اقصد انه الشرط الجزائي في الحكاية بتاعت الكابتن حسن حسن او اي مدرر مصري ما بيبقاش ليها قيمة اولا للطرفين بالمهار بس اعتقد كابتن حسن بدري كان ليه شرط تي شرط الجزائي اعتقدت حسن بدري مش كابتن جايب جلال يعني اوصل مش هيعطل حاجة تمام كابتن حسن بدري مش من غير ما يكسر ولا مطش وش شرط الجزائي اعطلني دي نقطة نقطة تانية عوز بس اتكلم عليها كريم قبل ما نخلص القنافل القصة دي هي ليها علاقة بالاهداف اللي مفروض اتحاد الكورة جاب مدير فني عشان هي ده السؤال المهم جدا احنا بعد الاخفاق بتاع الجهاز قم افريقية الكلام كله كان راح فينا يا كريم السيستم فين ايه الخطة اللي كانت موضوعة طب الناشئين طب المقاومات اللي على اساسها بيتعاين فيها المدربين كلام ده كان كله اللي حام نتكلم فيه الخطة والسيستم وكيف تضر الكورة المصرية فين معايدك بالزبط بمجرد تعييني كابتن حسن ماشي تتكلم في الكلام ده خالص طب مفش مفروض الكابتن حسن يتجيب الراجل توعد معاه ناشئين او منتخبات الاعمار الصغيرة وطريقة اللاعب والهواية بتاعت منتخب مصر طب والمعايشات اللي هتقوم بي كل ده لازم يتواصل في القصة يا كريم تاني انا اسف قصة ملهاش علاقة بالمدير الفني مدير الفني ده اخر حاجة والفري الاول ده بالمناسبة هو اخر حاجة تبدأ تفكر فيها لان دي لعيبة كبار اصلا انت المفروض عندك الاساس والبيز هو اللي انت تبدأ تفكر ان انت ممكن تعمله ايه فانا بالنسبة لي لسه لحد دلوقتي حتى بعد ما اعلن انت حد الكرة تعقد مع حسن بكابتن حسن حسن ايه طب الخطة الموضوعة لحد اربع سنين كمان في الكرة المصرية عموما علشان خاطر لو بصيت على شكل نادي الاهلي نادي الزمالك في بطولة 2005 اللعيبة اللي عندها 19-20 سنة اللي مفروض اصلا يبو فريق اول دلوقتي شكل الفني انا مش عاوز اقصي على اللعيبة خالص يا كريم لان انا دائما بقول ان الاصل هنا للرجل اللي بيعلمك الراجل اللي مفروض واخد كرسات او واخد شهادات او واخد معايشات وعارف ازاي اتعامل واتعامل في ثقافة اللعيب ازاي وتحركات اللعيب وتمركزات اللعيب واستلم الكرة ازاي كل دي بيزيكس وبضرب المثل ده بواحد او اتنين احمد عبدالقادر ورمضان صبحي رمضان صبحي كان موهبة مش طبيعية ايام الناشئين بس لما طلع في فريق اول اكتشفت ان رمضان صبحي عنده مشكلة كبيرة في التزديد رمضان صبحي عنده مشكلة كبيرة في اللي نيولعب بدماغه احمد عبدالقادر واحد من افضل المراوغين اللي موجودين في الكرة المصرية ولكن احمد عقدر بيستلم ازاي على الخط ريق بقى حطته على طول ويشه في الارض دي حاجات كلما كنتكلم احمد قادر لو طور دي دي كلها جاية من البيز من الاساس نفسه مين اللي بيعلم اللعيبة فدي نقطة اللي لازم الناس اللي مسك الكرة المصرية تفكر فيها لان الاساس اللعيبة الصغيرة اللي هتكبر بعد فترة كبيرة جدا وهطرب لك اخر مثال قبل ما قفل كلامي مع احترام الكامل طبعا والفرقات الكبيرة جدا ما بين منتخب مصر ما بين منتخب قطر منتخب قطر اللي خد اتنين امم اسيا وربعض ده انجاز كبير جدا اللعيبة دي لعيبة اكاديمية اصباير اللي ابتدت سنة 2006 اللعيبة دي كان عندها عشر وحداشرة سنة فضلوا وقعدين في اكاديمية لغاية لما كبروا وبدأ بعد كده بقى تشوف الجيل ده ستة او سبع لعيبة منتخب قوام الرئيس منتخب قطر كاس امم اسيا مارتين كان من اكاديمية اصباير عشان لعيبة دي جابوا له مدربين المان ومدربين فرنساوين واعلمهم فهي دي القصة اهتمام بالناشئين هيديك لعيبة كتير